نتحول إلى متحدثة كريمة أخرى ويا السيدة صحر لشبوري مدير مكتب ممثلة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في القاهرة سيدة صحر مساء الخير مساء النور الصورة في اليمن تبدو صعبة وأرجو أن تقلي لنا صورة الأوضاع داخل قطاع غزة وكذلك صورة ووضاع اللاجئين الفلسطينيين في أشتات وفي الأماكن المختلفة في العالم طبعا لأنهم هم من ضمن من تعملون على رعايتهم شكرا جزيلا أولا أود أن أعبر عن شرف الكبير حضور أمام فخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقدم له شكر شخصي على دعم للوكالة أول رئيس مصري يطالب المجتمع الدولي بتمويل الوكالة في خطابه في الجمعية العامة فلكم منه كل التقدير والشكر أعتقد بعد اللي قلت أستاذ عمر عن الأوضاع في غزة والفيلم القصير لا يوجد ما يقال أكثر من هذا عن وصف الوضع الإنساني سيء داخل غزة لكن الوكالة مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين في خمس مناطق عمليات هي الأردن وسوريا ولبنان وأيضا الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بالإضافة إلى غزة والأوضاع في جميع هذه المناطق لا تصور حقيقة فمن الوضع الحرب الطويلة في سوريا إلى الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان إلى عدم الحق في الحركة والعنف المستوطنين والاحتلال في الضفة الغربية وتتعدد المآسي التي يعيشها اللاجئين الفلسطينيين وحتى في الأردن بدت أوضاعهم صعبة في ظل كورونا التي أثرت في ظل الوباء التي زادت حقيقة من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في جميع هذه المناطق حالها حال باقي العالم نتيجة هذه الضغوط ونتيجة أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة الحاليا يبلغ عددهم 5.8 مليون لاجئ وزيادت هشاشة أوضاعهم وزيادت احتياجاتهم فزاد اعتمادهم على الوكالة والوكالة مع الأسف تمر بتحديات كبيرة كذا سنة حاليا من 2015 في ضغوط كبيرة على الوكالة منها ضغوط مالية فقلت الوكالة أنشئت كوكالة مؤقتة حتى التوصل إلى حال عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي ويشمل هذا الحل لحل اللاجئين الفلسطينيين بعد 72 سنة من العمل لم يتم التوصل إلى هذا الحل وهذا سبب أنه أصبح في عزوف من المانحين من الجهات المانحة أنه تقدم ما يكفي من أموال بحتى تمكن الوكالة من أداء عمالها وتقديم الخدمات الإنسانية وحماية الحقوق الفلسطينيين اللاجئين فبالنتيجة هذا شكل ضغوط عليها في أنه تضطر إلى عادة النظر في خدماتها إضافة إلى ذلك الوكالة تتعرض إلى ضغوط سياسية صعبة من جماعات الضغط السياسي وهذه الهدف منها إنهاء دور الوكالة تصفيتها وإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين طبعاً يمكن هذا خليني أشيد بالدور اللي تلعب الدولة المصرية في دائماً المناصرة الوكالة في شتى المحافل والدفاع عنها بالنسبة للتحديات المالية هذه الوكالة محتاجة إلى تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به ولا يمكنها القدرة على مواصلة عملياتها دون الحصول على هذا التمويل ويمكن أيضاً نعول على الدور المصري في مواصلة تحثي المجتمع الدولي على تمويل الوكالة في الآن مبادرة مصرية تنفذ على الأرض المرحلة الثانية منها لإعادة إعمار القطاع والكثير من المناطق في البنية التحتية وفي الكورنيش الخاص والرصيف البحر يعني إنجاز التعبير في غزة بيعاد إعمار وتهيئته هل تري بأن هناك شكل ما مقترح لتعاون ما بين مصر والأونر والتنصيق على الأرض فيما تحتاج الوكالة؟ حقيقةً جاءت هذه المبادرة كبسيس أمل لمن فقدوا الأمل كلياً الدور المصري المحوري في أنه وقف الحرب تثبيت الهدنة فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية يا رب والجميع لدخول المساعدات الإنسانية والطارقة وعلاج المصابين بالإضافة إلى دعمها للوكالة كل هذا أعادة بارق من الأمل للاجئين الفلسطينيين بالنسبة لإعادة الإعمار طبعاً إعادة الإعمار فرح الناس اللي هناك لأن حرك الاقتصاد دخل أموال وأعطى فرص عمل فمثل ما قلت بارقة أمل ومن طبعاً بالإمكان أنه من خلال هذه المبادرة ونستغل وجود فقمت الرئيس وممكن نطلب من عندهم أنه مثلاً ممكن نوسع مدارس الأنوا عندنا عجز في الفصول نتيجة عجز التمويل تطرينا إلى أن نزود عدد الطلاب داخل المدارس فأصبحت كثيفة فلو أمكن توسيع عدد الفصول داخل هذه المدارس تعليم مهم بالنسبة للأباء هناك لأنه هو الأمل الوحيد لهم ضمن الحصار والوباء والحروب هذا أملهم الوحيد وأيضاً يقي من التطرف وقع بارات التطرف فهذه أحد الأشياء اللي ممكن الحكومة المصيد تقدمنا إياها وأيضاً ممكن تشغيل اللاجئين الفلسطينيين نسبة البطالة في قطاع غزة يعني 50% وبين الشباب 70% فلو ممكن تسير تشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مشاريع عادة الإعمار ومن خلال وكالة ممكن نحن نيسر ربط اللاجئين الرغبين في البحثين عن العمل فهذا أيضاً ممكن شيء ثاني نعمل تقدمونا إياها أشكرك شكراً جزيلاً سيدة صحر الجبوري مدير مكتب ممثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في القاهرة ترجمة نانسي قنقر